وللحديث أكثر عن هذه المواجهة ورحبوا باللاعب الدولي السابق نعيم سعد الذي ينضم إلينا من الكويت وهنا معنا في الستوديو اللاعبين الدوليين السابقين عبد عطيف وأسامة هساوي أهلا بكم جميعا أبدأ مع ضيفي في الكويت أولا أبارك لكم الفوز كابتن نعيم هل كان الفوز متوقعا على المنتخب السعودي بهذه النتيجة أم لا أولا بسم الله الرحمن الرحيم مشكورين على هذه الضيافة ونقول الله يبارك فيكم والحقيقة بالنسبة حق المبارات هذه طبعا قبل بدايتها كانت التوقعات غيرها المتوقع أن نوصل لهذه النتيجة كانت التوقعات بين أن طبعا المملكة العربية والسعودية أنها راح تفوز واحدة واثنين هذه أقلب التوقعات وآخر شيء قالوا يعني يمكننا نطلع بالتعادل لكن في المبارات هذه فعلا قدروا الشباب أن يكسرون كل التوقعات بأن يفوزون في هذه المبارات وقدموا صراحة مستوى جدا عالي وأثبتوا نفسهم داخل الملعب في أعطاءهم وتقديمهم المستوى الذي فعلا لا أحد كان يتوقع أن نوصل إلى المستوى هذا لكن قدموا مبارات قوية وجميلة وتكللت بالفوز جيد عبدو عطيف وساما هوساوي أهلا بكم الحمد لله على السلامة الله يسلم لك مبارات السعودية والكويت خسارة ثقيلة تعتبر أو أنها خسارة طبيعية بلأنها أتت من منافس قوي عبدو أنا ولا وساما اللي تبور الكبير أولا مسى عليك أخويا عبد الله ومسى على الكابتن وساما وأيضا عن الكابتن نعيم ونقول له مبروك وهذا لك المنتخب أنا أعتقد أن المنتخب السعودي ظهر فقط اليوم في نصف ساعة الأولى كان سلوب الضغط واضح سلوب الانتشارة أيضا كان جميل السلحة لفرصتين كانت ممكن تغير مجرية المبروكة بشكل كبير أنا أعتقد أن المنتخب أيضا غاب عنه الانسجام بحكمة المنفقين تغير الاسلوب وتغير جزء كبير من العناصر أكيد هذا سيعمل تأثير على مستوى التنظيم على مستوى الانسجام على مستوى حتى صناعة أو الرسم التكتيكي داخل الملعب والتفاهم بين اللاعبين والتواصل فأنا أعتقد أنه على التغيرات اللي حصلت في الاسلوب والطريقة والاناصر منطقية إضافة إلى إضاءة المباراة في أول نصف ساعة طيب أسامة في كاس الخليج هل هناك لعبة أخرى داخل الملعب أقصد لعبة نفسية من الممكن أن تؤثر على أداء اللاعبين داخل المباراة أو أنها هي كرة قدم تحكمها ظروف فنية داخل الملعب لم تحسن التعامل بها فأنت تخسر أنا أعتقد طويلة الخليجة أخذ من الجانبين الأمور فنية والتنافس الكبير بين دول الخليج وخاصة بين سعودية والكويت يعني دير بالخليج لكل يعرف هذا الشيء فلها حسابات ثانية يمكن حتى سيري نارج راح يتفاجأ يمكن ردات الفعل الشارع الرياضي راح يستغرب يمكن ردة فعل تكون أقوى من المباراة السابقة كاساسة وتصفيات كاساسة هذه الظروف النفسية ممكن تؤثر على المباراة داخل المباراة يعني؟ أكيد أكيد بتأثر خاصة أنه ظروف المباراة صعبة كانت يعني ناقص 50-60% قوة داخل الملعب كما الإصابات أو اللعبين المقدروا يشاركوا المرهقين اللعبين خاصة أنه عندك ثلاثة لعبين في الملعب تقريبا ما يلعبوا مع عندي توم فراس أو توم باكتيا وتوركي أنا في عوامل ساعدات معذر طبعا لرينارد لكن هي سبب من الأسباب بهذه الخسارة طيب كابتن نعيم هل فعلا هناك فوارق فنية بين المنتخبين السعودي والكويتي كانت ترجح كفة المنتخب السعودي قبل هذه المباراة؟ أو أن بطولة الخليج تلغي جميع الفوارق الفنية فعلا؟ والله إذا أنا أتكلم طبعا عن مستوى المنتخب السعودي طبعا معروف مستوى يعني طبعا مستوى جدا ممتاز وناس فعلا مستعدين ومتجهزين حق البطولة لكن مثل ما قلت يعني بداية كلام أنه ما كنا نتوقع أنه نفوز على المنتخب السعودي لكن صراحة أنا أول مرة أشوفه يعني في هذا المستوى قد يكون يمكن خلنا نقول كبوة في بداية أول المباراة يمكن رح يبين مستوى في المباريات اللي رح يقدمها بالتالي طيب يعني نتمنى أنه طبعا رح نشوف مستويات أفضل أفضل لأن بداية البطولة ما تبين مستوى الفريق الحقيقي لكن رح يبين إن شاء الله بعد المستويات أو بعد المباريات الجاية إن شاء الله رح نشوف مستوى أفضل وأحسن إن شاء الله جيد ثامر عناد كيف تعامل مع المباراة كابتن نعيم يعني هل كان واقعياً أكثر من المدرب الفرنسي أرفي رونار في 90 دقيقة كاملة والله الكابتن ثامر صراحة عرف شنون يجهز الفريق وشنون يعطي كل لاعب مكانته لأن مع الأسف إن المدرب الفرنسي جرع بعد مباراتنا أو بالتصفيات طبعا نحن انتقدنا بكون حاول ما يشرك اللي هو اللعبين الخبرة ف يعني حسنا إنه في نقص بالفريق لكن بعد نزولهم في المبارات للتصفيات طبعا القيم الثاني نزل الخبرة تغيرت النتيجة ولو إنه ما أغدنا يعني ما سجلنا في أهداف لكن المستوى تغير جيد ثامر عناد الكابتن ما شاء الله يعني عارف شون يوظف نحن اللعبين وفعلا قدر حتى بالتغيير قدر أن القوات مهم نشوف تغريبا نفس المستوى ما عدا شيء واحد اللي هو حسنا من ناحية الفريق الكويتي بأنه في نقص شوية من ناحية اللياقة جيد جيد أسامة أيرفي رونار يعني يعرف أنه ياسر شهراني لن يكون متاح في المباراة الأول وحتى لو أصيب ياسر شهراني مستقبلا هو لا يملك لاعب بديل في الجهة اليسرى اليوم يشرك سعود عبد الحميد يلعب مع الاتحاد ضهير اليمن لكن اليوم يلعب في ضهير اليسار هل الاخطاء التي وقع بها سعود عبد الحميد كان وقع فيها يتحملها سعود ويتحملها أيرفي رولار طبعا سعود ما رح يتحمل أي شيء لاعب صغير في السن خانة جديدة عليه يعني معذور تماما السبب والمسؤولية يتحملها السيد رينار طبيعي في أي بطولة أي فريق في العالم في كل خانة يكون أقل شيء عندك لاعبين يعني خاصة بطولة مثل كاس الخليج وبطولة قوية موجود كثير لاعبين مثلا حمدان مثلا منصور وانضم مباراة سابقة مع سيد رينار فهذه برضو أيضا أعتقد حمد أيضا جزء منه إدارة المنتخب يعني يعني أنا أعطي صلاحيات كبيرة للمدرب ولكن فيه أمور لابد أن نناقش فيها يعني تدخل قصدك يعني في حاجات منطقية في التشكيلة النهائية يعني في حاجات منطقية في كرة القدم في أساسيات واحد زائد واحد ساوي اثنين يعني وين الظاهرة الاحتياط من البديل إيش وجهت نظر ومدرب صحيح حتى نحن نعرف أحد يسأل هذا السؤال نعرف إيش بالضبط وجهت نظر في هذه النقطة بالذات عبدو صراحة نقطة يعني محيرة طيب عبدو اليوم إيرفي رونار حتى في إدارته للمنتخب إدارته للخسارة بعد الخسارة هل كانت إدارته منطقية فعلا أو هل بدأ بالشكل المطلوب خلينا أولا إدارته وثم نأتي لليه هل بدأ بالشكل جيد أبدا إدارته أولا ممكن تكر كلمة في المؤتمر الصحفي الهدف من بطولة خليجة تكر هو إعداد و هذا هدف جيد ممتاز لكن عندنا جانب الإعلام الرياضي والشارع الرياضي ما يرحم في بطولة الخليج يعني دائما بطولة الخليج قد تكون مذبحة للمدرب أو أي منتخب حتى وشفنا هذا الشي على بطولات كثيرة إدارته يعني الشي الغريب في رينات وأنا من الناس اللي كنت تتابع حتى أيام كان مدرب المتخبات التفريقية ما لعب قليل جدا بالإسلوب اللي هو الخمسة الأربعة واحد من النادر هو الإسلوب المعتاد اللي هو الأربعة ثلاثة وهذا السلوب يحب ذو كثير رينات وحقا فيه بطولات سواء مع زامبيا أو استختلف تكوين اللاعب الأفريقي عن اللاعب السعودي مختلفة حتى هو ما يدلعب في الإسلوب هذا يعني هو بالخمسة في الخلف والأربعة وهذا وذكر نقطة أيضا هناك أربع لعبين أصغر من 20 حسان سعود تركي العمار وفراس هذه نقطة إيجابية للمستوى البعيد المنتخب لكن أيضا أرجع وأقول أن البطولة خليج قد تكون قاسية لرينات ولازم يعرف الشيء إلا إذا كان متفق مع التحاد السعودي أنه الهدف هو التحضير لكأس العالم الإدارة أنا من جهة نظري الإدارة هو حاول يتدارك الأخطاء التي وقع فيها ذكرت نقطة سعود عبد الحميد في غير مركزه وجود ثلاثة مدافعين لأول مرة وجود عناصر ليست في الرتم المباريات زي ما ذكر أسامة ترك العمار لا يشارك بعدد دقائق كافي في الدوري في راس أيضا فهذا فهذا عمل شيء أضف إلى ذلك الانسجام ترك العمار لأول مرة يلعب ما يحيا لأول مرة يلعب مع عبدالله المالكي فحتى الانسجام متفاهم أحس أنه غير موجود فهي أخطاء تراكمت مع بعض عطتنا بس أعتقد نص ساعة الأولى ثم بدأ المنتخب بالتفكك يعني بدأ تبدأ المساحات هنا تدخل الإدارة يا أسامة صحي يعني هنا تدخل إدارة أيرفي رونار لأحداث المباراة يعني الهدف الأول والهدف الثاني وإنتم طلبتم هدف الثاني عشان تعالقون عليه بس قبل بعد الهدف الثاني هل تدخل رونار يعني تبديلاته بين الشوطين كانت عبدالفتاح عسيري وكن كيف تعلق عليه أعتقد المنتخب إلى القول كان ماشي في الطريقة صحيح تقريبا لو ما نعادي نقطة التركيز اللي هي التركيز دائما آخر عشر دقائق آخر خمسة دقائق يعني قبل الهدف شفنا بداية المباراة كرة يحيل وتسجلت كان المباراة تغيرت تمام والمنتخب فقر التركيز في آخر عشر دقائق بين الشوطين يمكن السيد ريناد حس أنه غلط في التشكيل وشفنا تغيرين على طول مفاجأة كان من البداية يمكن يلعب الطريقة السهلة الطريقة لكل متعود عليها حتى لو كان لعب سعود أبد الحميدة وحسان ناحية اليسار إنه ما يتقدم الموضوع كان سهل وصعبها نفسه حاول أنه يدارك الوضع لكن في المنتخب الكويتي قدر يسجل هدفين وآخر الوقت صعب جدا خاصة تكون آخر دقائق في الشوطة هدف الثاني وش ملاحظاتكم فيه أنا وديت في الطرق الملاحظة وفي ملاحظة هي أدرا فيها بسطان في حكم المركز اللي كان يلعب فيه كابتن نسام الدفاع الأول أنت الآن لما تلعب دفاع عالي أو تلعب دفاع على خط واللاعب اللي حامل الكرة يعني مرتاح غير مضغوط عليه وبالتالي هو يشايف الملعب بشكل واسع فبالتالي إمكانية التمريل القادمين من الخلف سهلة جدا ويقدر يضرب أي خط دفاع خاصة إذا كنت فبالتالي أنا أعتقد أنه التنظيم غاب الضغط من اللعبي الوسط كان غير موجود لو نشاهد الهدف كان مرتاح جدا فكان يقدر عنده عدة خيارات يعني يلعب لأكثر من حل فبالتالي عدم الضغط في وسط الملاحظ مع أنه زي ما ذكرت أنه أول نص ساعة بدأ بضغط عالي لكن بعدين بدأ المنتخب يفقد أشياء كثيرة اللي هو الانتشار الضغط العالي عدم من تحت الفرصة دائما نشوف عدد أكبر من اللاعبين المنتخب في أي مركز نعم لما تكون كرة في جهة نجد عدد اللاعبين المنتخب أكثر من اللاعبين الكويت وفي التالي سيطرنا على نص ساعة الأولى لكن ثم ماذا بعد الهدف تفكت أضف إلى ذلك أنه المنتخب لا يوجد بلاعبين أعتقد أنه غياب غياب لعبين خبرة الخبرة يعني خلنا نتكلم أنت الآن في أربعة تحت فلما جاء الهدف الثاني حسنا أنه بدأ المنتخب يفقد الأمل في العودة للنبارات فبالتالي هنا أيضا تكمن في شخصية أو باقي في بعض اللاعبين يحتاجون إلى خبرة أكثر وثيقة أكثر واستمرارية أكثر مع المنتخب فهذه النقطة اللي ممكن لكن كابتن وسامة ممكن غير من يتكلم على التنظيم الدفاعي نتكلم على هذا بس كابتن نعيم عطنا سر السر اللي الكويتين فيه يعرفون البطولة الخليج يعني منتخب الكويتي في البطولات الأخرى من الممكن أن يقعوا في خسائر كثيرة وحتى في تصفيات يعني مسيرتهم ليست مسيرة جيدة لكن في بطولة الخليج يملكون مفاتيح ما يعرفها له وش السر كابتن نعيم والله شوف يعني منتخب الكويت بعد طبعا مشكلة الليقاف هذه أثرت على مستوى الرياضة عندنا ككل يعني الأندية على مستوى المنتخب فهذه صار فيها أثر رجعي بالنسبة حقنا نحن بالنسبة حق المستوى الرياضة لكن بعد رجوعها بداينا نبني نفسنا وبداينا علقواتهم فعلا اهتموان المسؤولين بالرياضة ويحاولون أن يعني يغيرون المستوى اللي ظهرنا فيه يبقى يعني الآن يعني دورات الخليج يعني أنا إذا برجع بالذكرة طبعا نحن آخر بطولة لنا كانت دورة الخليج اللي هي بـ 2010 في اليمن وهذه آخر بطولة لنا بعدها طبعا ما قمنا نحقق بطولات أو فوز وطبعا نحن كان ذكر يعني حتى بالموقف نفسه الآن نحن نتمنى أن يصر لنا نفس الموقف اللي صار في دورة الخليج اللي صارت دورة الخليج الثامنة في البحرين 86 حاسنا نفس الظرف هذا بالضبط تغريبا يعني قبل أن نشارك أول شيء ما كانت عندنا مشاركة بعدين قبل أن نشارك الكل توقع أنه ما راح نقدم فيه مستوى وأنه على قوة يعني يلا حتى ناس رشحاني في المركز الأخير لكن بعد مشاركتنا في البطولة قدرنا أن نقدم مستوى عالي وفعلا من بداية أول مبارات فزنا فيها بعدين نكملنا الدورة وأنهيناها قبل مبارات النهائية اللي تكون يعني تحدد مصير الفائز لكن نحن نهيناها قبل هذا الشيء هذا طيب هذا اللي أنا أقولك عن مستوى الكويت اللي جيد في دورة الخليج جيد أسامة نفس السؤال المنتخب السعودي قادر على منافسة في كل البطلات في البطلة الخليجية لا يملك إلى ثلاث بطلات أنتم عندكم تجربة سابقة في بطلات الخليج صعبة عليكم والله يا ماي صعبة شوف دائما أن المنتخب السعودي يكون مرشح مجرد ما تفضل كابت النعيم أنه اليوم ما كان حتى هم متوقعين الفوز بالنتيجة وفي ظل النقص الكبير في عناصر المنتخب السعودي ولكن أعتقد فيها عامل نفسي أكثر من العامل الفني العامل هذا النفسي متى تشعرون فيه في الملعب ولا قبل الإمبارات ولا في الأجواء العامة أكيد من الأجواء العامة والضغط الكبير اللي يكون على اللاعبين طبعا مو عذره ولكن هذا شيء توقع القاعد يحصل ولكن المستوى فني دائما المنتخب السعودي في أسوأ حالاته يكون دائما مرشح لكن لانا فترة طويرة صراحا كاس الخليج نحتاج بطولة تنعش الشارع الرياضي مفيدة هالبطولة للمنتخب السعودي زي ما قال رونار حتى على المستوى البعيد يعني حتى لو خسر اليوم عامل كويت هل عند القدرة أنه يرمم صفوف الفريق ويعيد تشكيل المنتخب حتى لو في المبارات القادمة أنا أعتقد أنه توقيتها مهم توقيتها هو يحدد أهميتها من عدم تهميتها مثال هل هي الآن مهمة مثلا لسيد رينات هل هي مهمة لمارفك هل هي المدربين يمسكون منتخباتهم في فترة قصيرة وحرجة هذا أنا أعتقد أنها تكون مهمة هنا لكن هو ردة الفعل أنا أرجع وقول الشارع الرياضي والمطالبات لذلك لا بد أن نحدد ما الهدف من المشاركة في بطوة الخليج هنا تعطيك أيضا أهميتها الهدف هل أنك تجهز ويتعرف المدرب رينات أكثر على اللاعبين ويعطي دقائق أكثر ومشاهدتهم من قرب لما يشاركهم في التصفيات وبالتالي هذا شيء جيد لكن أنتم تذهب أنه لا بد أن تحضر البطولة هذا أيضا وأنك تهتم في تصفية كلاس العالم فأنا أعتقد التوقيت والهدف هما يحددان أهميتها من عدم أهميتها تجه من هذا تقرير إلى الكويت نعيم سعد نعيم سعد محمد إبراهيم له تاريخ كبير مع المنتخب الكويتي يعني كيف تشايف الكابتن محمد كيف تعلق عليه والله بعد ما يحتاج يعني كابتن هو خلنا نقول يعني كابتنين كابتنين كابتن كان في الملعب ولاعب وكابتن أيضا في التدريب أي هو ما شاء الله يعني عنده فكر رياضي وصراحة يعني من المدربين اللي يعتمدون عليهم يعني سراحة يعني عندنا من المدربين الكفو اللي يستاهلون فعلا أن يمسكون الفريق وهو من ضمن المدربين اللي فعلا فيهم كفاءة عالية وعارف شلون يعني يعني خلنا نقول يخدم اللاعبين وبنفس الوقت يعني ما شاء الله عليه يعني له سي في معروف يعني ما شاء الله في البطلات وحقق بطلات كثيرة سواء مع نادية أو مع المنتخب طيب أسامة التبديلات الثلاثة اللي اليوم أجراها المدرب رونا كنو وعبد الفتاح ونواف عبد الفتاح عائد من إصابة كنو عائد من إصابة نواف لا يشارك كثيرا مع الهلاء هل كانت تغييرات منطقية أو كان من الأجذر أنه يشرك لاعبين أجهز منه تقريبا هذور الموجودين يعني مثل ما تكلمنا في البداية أنه هذه حتى بإمبارات السابق الآن هذه المشكلة اللي موجودة في اللاعبين السعودية نسبة الدقائق اللي بلعبوها قليل جدا يعني أكثر لاعب لو تجيب أكثر لاعب ما في ولا لاعب لعب مبارات كاملة الآن بداية الموزن سواء مع المنتخب أو مع النادي عشان كذا احنا هذه المبارات يمكن فيه سبب خلينا نعذر السيد رينار عدم جهازية اللاعبين في ملعب عدم جهازية اللاعبين في احتياط غياب اللاعبين اللي مثلا اللاعبين الهلال صابت صابت صابتين لعبين يعني السعوديين يلعبون معنديتهم بشكل مستمر يعني ليش المنتخب محصور فقط على ما أعتقد ما أعتقد محصور أنت لو تشوف السيد رينار من بداية ما حضر من أول مبارات بدأ لعبها كل مبارات قاعد يجيب عناصر جديدة قاعد يجرب عناصر جديدة إلى الآن إلى الآن أعتقد أنه هو في مرحلة التجربة بس أعتقد الآن موضوع طول يعني عنده فرصة في المباراتين القادمة نقدر نحكم ألي حكم نهاية اليوم فيه سبب نقدر نعذره ولكن أعتقد مباراتين القادمة لا بد أن السيد رينار يبين منهجيته يبين بالضبطه ويش يبغى من هذه البطولة حتى مثل ما تفضل كابتنا بجعطيف أنه حتى الاتحاد السعود إحنا دخلنا البطولة ونحن عارفين إيش الهدف من هذه البطولة هل هو استعداد للمستقبل هل تحقيق البطولة فهذه الأشياء لتخلي ردات الفعل دائما قوية في شارع الرياض جيد رينار في مؤتمر صحفي قبل البطولة قال أنا لا ما أدخل البطولة لا أنافس فيها المنافسة هي المنتخب السعودي ينافس خلنا نتكلم البطولات الخليج يفوز فيها يموجود يحب المنافسة سواء تصفيات كاس عالم أو آسيا أو دائما يدخل للمنافسة لم يكن تحقيقها فهو يكون عنصر مؤثر في المنافسة هذا يعني مو بس هو يعني رينات حتى المنتخب السعودي لكن شيء جيد لكن نرجع ونقول رينات اليوم أشرك لاعبين جدد هل الهدف منها تحقيق البطولة أو الهدف الذهاب بعيدا في تصفيات كاس العالم الآن موقفنا جيد في تصفيات كاس العالم أنا أعتقد لابد أيضا أن نكون شوي منطقيين وعقلانيين رينات ما أكمل معنا حتى ثلاثة شهور إلى الآن وهذا في عالم تدريب قليل جدا وانت تتكلم عن منتخب يعني النادي ممكن يعيشهم بشكل مستمر لكن المنتخب لا يعيشهم بشكل مستمر في فدائي أكثر والبطولات الدولية وصلت الفكر سنتحدث أكثر عن هذه البطولة عبد عطيف وسامو هوساوي شكرا جزيلا لكم ويضع من الكويت اللاعب الدولي السابق نعيم سعد نكون معكم طول البطولة إن شاء الله